موسيقى اهلا بكم قوبل قرار حكومة السودان بتأسيس شركة باسم المهندس ترتبط بميليشي الحشد بانتقادات سياسية واقتصادية وتحذيرات من استنساق تجربة الحرس الثوري والباسيج الذين يهيمنان على الاقتصاد في ايران وذهب المراقبون الى ان تمدد الميليشيات الولائية من العسكرة الى التدخل بالسياسة والاقتصاد اصبح سياسة ثابتة في العراق وان حشدنة الاقتصاد العراقي سيشكل عبءا اضافيا على هذا الاقتصاد المنهج كما ان هذه الخطوة ستنقل الميليشيات من اخذ الاتاوات من الشركات الاستثمارية للسيطرة رسميا على هذه المشاريع وهي شرعنة صريحة وواضحة لهيمنة الميليشيات والاحزاب الطائفية على جميع الفرص الاستثمارية ما يعد تهديدا حقيقيا للنهوض الاقتصادي المومول في العراق تأسيس شركة المهندس تابعة لميليشي الحشد وهيمنة الميليشيات الولائية على الاقتصاد العراقي هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة في برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية هل فعلا ان تأسيس شركات حشدية تهيمن على الاقتصاد العراقي يمثل استنساخا واضحا لتجربة الحرس الثوري والباسيج الذين يهيمنان على اقتصاد ايران وما مخاطر تمدد الميليشيات الولائية من العسكرة الى السياسة والاقتصاد وحشدنة الاقتصاد العراقي المنهك والمثقل بالفساد وهل فعلا ان تأسيس الشركة تابعة للحشد سينقل ميليشياته من اخذ الاتاوات من الشركات الاستثمارية الى السيطرة رسميا على هذه المشاريع وغيرها وهل حشدنة الاقتصاد العراقي قد قضى على اية فرصة للنهوض بهذا الاقتصاد وقطع الطريق على الخطط الاستثمارية في الداخل والخارج ضيفاء الطاولة رافع الفلاحي سنة عبدالقادر يبدو ان حكومة السودان تضع اللمسات الاخيرة على مشروع تحويل العراق الى صورة طبق الاصل عن ايران من حيث النظام السياسي والعسكري مع تبعية تامة للسلطة في طهران قرارات حكومية تسير بالعراق في هذا الاتجاه على المستوى الاقتصادي والامني والثقافي ووراءها العقول المدبرة في الاطار التنسيقي ومن بين هذه القرارات تأسيس شركة عامة لميليشيات الحشد تحمل اسم المهندس برئاسة فالح الفياض برأس مال قدره 100 مليار دينار عراقي ومن شأن هذه الشركة اطفاء الطابع الرسمي على نشاط الميليشيات في مجالات التجسس ومراقبة الحدود والتحكم بالمنافذ وتأمين الحدود الايرانية واخذ الاتوات من المقاولين والشركات الاستثمارية تحت ستار اقامة المشاريع ذات الطابع المدني والاقتصادي من اجل التمويه على الهدف الحقيقي من تأسيس هذه الشركة الشركة الجديدة تحول الحشد الى كيان امني ذي سلطة على جميع مفاصل الدولة ومتحكم بجميع جوانب الاقتصاد وبعبارة اوضح استنساه تجربة الحرس الثوري الايراني في العراق ولتعزيز هذه الهيمنة الاقتصادية قررت وزارة النفط الايرانية فتح مزيد من المكاتب التابعة لها في المحافظات العراقية وبطبيعة الحال ستكون هذه المكاتب ذات صلة وثيقة بالشركة العامة لميليشيا الحشد لتذليل كل العقبات امام السيطرة الايرانية التامة على سوق الطاقة العراقي وفي ظل تسخير موارد الدولة لخدمة مشروع الميليشيات تتفاقم نسبة الفقر والبطالة وتطول طوابير الخريجين العاطلين عن العمل الذين يحلمون بفرص التوظيف منذ سنوات طويلة ولم ينلهم من رؤساء الحكومات المتعاقبة الا الوعود الوهمية اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في هيمنة واستحواذ الميليشيات على الاقتصاد العراقي عبر تأسيس شركة المهندس برأس مال قدر 100 مليار دينار عراقي ضيفة الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب البحث السياسي وسيكون معنا عبر اسكايب من العاصمة النرووجية اوسلو الدكتور سنة عبدالقادر الخبير الاقتصادي اهلا وسهلا بيضيفين الكريمين حياكم الله اهلا دكتور دكتور الحكومة اعلنتها وافقت على تأسيس شركة استثمارية باسم شركة المهندس برأس مال قدر 100 مليار دينار عراقي في اي سياق يمكن قراءة تأسيس هذه الشركة المرتبطة بميليشيا الحشد بسم الله الرحمن الرحيم احييك استاذ ماجد احيي ضيفك الكريم اهلا وسهلا الحقيقة يعني لم تكن هذه الخطوة تأسيس هذه الشركة الا خطوة مدروسة وسبقتها خطوات عديدة ربما بدأت من عام 2003 لحد الان من يقرأ تاريخ كل الايام التي يعني مرت من تاريخ من احتلال العراق عام 2003 لحد الان سيجد تفاصيل كثيرة الان متسلسلة ربما ستؤدي الى هذه النتيجة واقصد هنا انه يعني تأسيس اطار للميليشيات حاكمة للعراق بهذه الطريقة لم يكن اعتباطيا وصولا الى السيطرة على الاقتصاد او اول خطوة في السيطرة على الاقتصاد بشكل واضح بشكل علني من تأسيس هذه الشركة بدءا هناك ملفات كبيرة الملف الامني الملف السياسي والملف الاقتصادي نعم في قضية الملف الامني كانت الميليشيات وهذه ميليشيات الحشد اللي بعدين انضمت فيها 2014 بتحت هذا الاطار بعد الفتوى فتوى الجهاد الكفائي المرجعية في النجف انضمت تحت ما يسمى بالحشد لكن هي هذه الميليشيات نفسها كانت من عام 2003 لغاية عام 2014 هي من تفرض نفسها على الساحة بمساعدة كل الحكومات او هي التي تجور الحكومات وتجور الوضع القائم في ان تفرض نفسها على الكل وتفرض نفسها على الملف الامني لكي تمسك الملف الامني بيدها لذلك عندما حلت جيش العراقي عام 2003 دمجت الميليشيات بالجيش هذا ما حصل وكان القوات الجديدة اللي تسميت جيش العراق الجديد غالبية من الميليشيات بعد 2014 ربما تحدثنا في هذا الموضوع سابقا جرى العكس دمجل بقايا الجيش بالميليشيات فبالتالي الملف الامني كل المؤسسات الامنية اكثر من 17 مؤسسة امنية كلها مملوكة الميليشيات مسيطرة عليها من الميليشيات فالملف الامني لديهم سجون سرية لديهم مراكز التعذيب مراكز الاستجواب وشاهدنا ذلك في كثير من المحافظات وحتى في مواجهتهم للتظاهرات كان الملف الامني بيد الميليشيات وهي من المتحكم الملف السياسي وصولا الى ما الحل الراهن الآن وجدنا الملف الميليشيات الآن اعلمت بشكل واضح هي السيطرة على الحكومة هي من اسست الحكومة هي من دفعت رئيس الوزراء الى الحكومة هي من رشحت وهي حكومة الاطار حكومة الميليشيات هي حكومة الميليشيات فبالتالي سيطرت ايضا عن الملف السياسي اذا الملف الامني والملف السياسي بيدها كان ناقصها ان يعلن الملف الاقتصادي الملف الاقتصادي على ذكر الملف الاقتصادي وربما الدكتور سيحدثك عن هذا لان هو متخصص في هذه القضية كل الميليشيات تمتلك المنافذ الحدودية تسيطر على المنافذ الحدودية لديها موانئ وارصف في الموانئ لديها مطارات لديها تجارة تجارة المخدرات وتجارة الأعضاء وتجارات كثيرة وسيطرة على السوق ورأس أموال ولديها بنوق ولديها مصيبة كبيرة الحقيقة بالاقتصاد هي تلعب بالاقتصاد ومؤثر الاقتصاد ولديها وزراء وزراء بالحكومة هم من يهيئون لديها كل القرارات وكل ما تحتاجه من تسهيلات ولديهم نواب في مجلس النواب الحالي وغيره يهيئون لهم التشريعات التي يريدونها وصولا إلى الإعلان عن تأسيس هذه الشركة بالإعلان عن تأسيس هذه الشركة بشكل شرعي الآن الاقتصاد بيدهم لأنه كل هي شركة خاصة تعتبر من القطاع الخاص كل المقاولات الآن الموجودة في العراق ستكون بيدهم لا يستطيع أحد أن ينافسهم فيها في هذه النقطة الحقيقة هناك تحذيرات هناك مخاوف اقتصادية من هذه الخطوة تأسيس شركة تابعة للحشد تهيمن على الحياة الاقتصادية ونسأل ضيفنا في أسلو دكتور سناء عبدالقادر أهلا وسهلا دكتور أهلا مرحبا بيك وضيفك الكلمة دكتور فلاح أهلا وسهلا دكتور ما المخاوف من وجهة نظر اقتصادية من منظور اقتصادي من دخول الميليشيات على الخط الاقتصادي هيمنتها على الحياة الاقتصادية على الاقتصاد في العراق وهو اقتصاد طبعا مثقل بالفساد والخراب والتشوه عبر الشركة المهندس تابعة للحشد وغيرها من العناوين الاقتصادية الميليشيات تهيمن على الاقتصاد في العراق ما هي المخاوف الاقتصادية طبعا المخاوف وهي أنه زيادة الأزمات عمقاً في العراق وهي طبعاً مقصود أنها الأزمة الاقتصادية لأنه الآن أنه سيظهر المصطلحة وظهر هو اقتصاد الحشد يعني الآن أنا أفكر وأنا الآن أسمع ما يقول ضيفك الكريم أنه الآن أنا بادر إلى دين اقتصاد الحشد الآن هذا مصطلح جديد بدأ يدخل إلى الاقتصاد العراقي المشكلة الآن أنه هذا الاقتصاد الحشد منذ البداية سوف يكون كالاختبط يريد السيطرة على كل شيء طبعاً اقتصاد الحشد وهو كما قلتم أنه يتبع إلى فالح الفياض وهو الذي رئيس هذه الشركة أو المؤسسة وبرئيس مال 100 مليار دينار عراقي ليس بالقليل هذا راح يزيد الطيم بالله لحدد المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العراقي يعني من مشاكل العملة ومزاد العملة والمنافذ المنتشرة من الشمال إلى الجنوب بخوصة المعاطق الجنوبية والوسطى وكذلك الموانئ وحتى المعابر الحدودية من جهة سوريا ومن جهة الأردن والمجرة كل هذه النقاط الحدودية مسيطر عليها الأحزاب وطبعاً الحشد هو بيضون كل هذه الأحزاب لأننا نعرف أن الحشد كذلك فيه عدة ميليشيات مرتبطة تحت سقف الحشد يعني ما معناه أن هذه الميليشيات سوف تنفذ ما يريده رئيس الحشد له فارع البيض ها من ناحية ثانية أنه جميع الأحزاب وأنا دائماً أكرر أنه في كل حزب ولدى كل حزب هو شركات تابعة له يعني مكاتب اقتصادية وهذه المكاتب الاقتصادية منذ أكثر من عشر سنوات دكتور خليني أسألك الحقيقة نريد أن أتكلم اقتصاد في هذا الجانب ما الضير أن الحشد وهو مؤسسة بين قوسين تابعة للدولة أن تدير الاقتصاد في العراق ما السلبيات الاقتصادية على هذا المدير للاقتصاد اقتصادية السلبيات الاقتصادية أين سوالك؟ أنه أنت هل عندك ناش أكفاء لأنه نحن من 2003 إلى عدد الآن لم أرى أناس أكفاء لإدارة الاقتصاد للوطن العراقي هذا قلت قبل قليل زيادة الطين بله العراق في أجمة اقتصادية خانقة منذ 2002 إلى حد الآن لا تقل لأنه عنده بداخل النفط أنه سعر النفط ارتفع على 130 وما ما حصل الشعب العراقي من هذه 130 سعر البرميل الواحد إذا لدينا ميليشيات مسيطرة على اقتصاد الوطن العراقي زيادة الطين بله يعني معناتها الاقتصاد العراقي سوف أكثر زي دهور لماذا؟ لأنه سوفوا الآن عندك أنت مواجهة رسمية موجودة التي هي هذه شركة المهندس طيب حقما إذا هي شركة ستكون عندها أسهم ورئيس أموال إذن من هو نسان في رئيس مال هذه الشركة؟ الأسهم طيب الأسهم من تباع؟ هل هي سوف تباع عن طريق البنك المركزي أو البنوك الخاصة أو البنوك المزاجة العملة أو إلى آخر كيف تباع؟ أو عن طريق البورصة العراقية طيب إذا هذه المباعثة لهم من هو الذي يمكن أن يشتريها؟ أنا في سؤال طبعا بنفس الوقت حتى ما رح يشتريها الأحزاب نفسه أو الأشخاص التابعين لهذه الأحزاب والأشخاص التابعين له الحجد الشعبي ولو كان مثلا هو يقول لك لا ليس بالحجد الشعبي أنا وليس في هذا الحزب أو ذاك كما الآن عندنا السوداني كان في حزب الدعوة طلع من حزب الدعوة الآن أنه المالكي يعني مثل ما أقول لك ليس بهذه العلاقة الجيدة معها إذن شنو معناته؟ معها عندك فالسقف هو عبارة عن الحجد الشعبي وتحت هذا الشعبي الشركات الصغيرة شاهد كيف؟ يعني قضية هيمنة سيطرة تأسيس شركات تابعة للحشد ألا تستطيع هذه المؤسسة أن تخلق أو تنشط دور اقتصادية في الداخل أن تفعل عملية تصنيع محلي ووطني حتى لا يتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج واستنزاف عملة الدولار بتمويل أو تقطية هذا الاستيراد من الخارج؟ إذا كان هذا القصد والهدل فيا مرحبا لكن نحن عندنا تجربة هل استفاد الأقصاد الوطني العراقي زين؟ كون من هذه الشركات التابعة للحساب هذه النفس الشيء يعني؟ مجرد أن هذه الشركات التابعة للحساب الآن تحسقه في رسمي طيب لماذا لم يحسن اقتصاد الوطني العراقي من الفيلم قادة لحد الآن؟ لماذا عندنا هذه الأزمات استيراد كل المواد من الخارج؟ وخوصا من إيران شكرا دكتور نحن الآن تابعين إلى إيران رح نستمر بعد أكثر تابعين إلى إيران وفي هذه النقطة سنتحدث السؤال التالي لدكتور رافح دكتور الحقيقة ما أن تمت الموافقة على تأسيس هذه الشركة التابعة للحشد لتدير تهيمن على الاقتصاد العراقي مباشرة المراقبون الاقتصاديون المختصون قالوا هذه البداية لاستنساخ تجربة الحرس الثوري والباسيج في إيران الباسيج والحرس الثوري هو الذي يهيمن على اقتصاد إيران من الإبرة إلى الطائرة على النفط وغير النفط بيد الحرس الثوري الإيراني وهذا الذي يجري مع تأسيس شركة المهندس الحقيقة هي البداية فعلا أم أن الأمور ربما تحمل تحميلها أكثر من ما تحتمل أستاذ ماجدنا أنا أعتقد هي البداية أنا أعتقد هذه خطوة متقدمة جدا لإعلان سيطرة الحشد أو إعلان ما يسمى ربما بالحرس الثوري العراقي كاستنساخ لتجربة الحرس الثوري الإيراني عندما سيطر الميليشيات على الملف الأمني والملف السياسي وتأتي الملف الاقتصادي ما الذي يبقى؟ لم يبقى شيء هي هذه الملفات المهمة في البلد ملف سياسي وملف اقتصادي وملف أمني الآن هذا الملف الآن دعني أقول لك أن هذه الشركة شركة قطاع خاصة يقولون شركة المهندس من أموالها؟ من الدولة حتى إذا مولت من الأحزاب وسندات ومعرشن وأسهم وأحزاب اشترتها الأحزاب ماذا كانت تملكه؟ من أين لها الأموال؟ كلها من الدولة كلها من أموال العراقيين بعدين يعني ماذا تملك من آليات؟ وهذه مين جابتها؟ كل جزء من هذا الكيان للشركة هذه المؤسسة الآن أي مقاولة تطرح في العراق من القنطرة الصغيرة إلى الجسر إلى الشارع إلى بناية إلى كذا سيكون يعني المنافسة لا أحد يستطيع أن ينافس هذه الشركة لأن الحشد وهذه ميليشياتهم سيطرة على العالم قبل هذه قبل فترة حتى في مجال الرياضة شكله نادي اسمه نادي الحجد الرياضي لكي يسيطروا حتى على الرياضة والشباب هذا جزء من تخطيط كامل خططة سابقاً في إيران من عام 79 بعد مجيء خميني وصعوداً وصولاً إلى سيطرة الباسيج والحرس الثوري خططة لداخل إيران نعم نفسه لأنه فالح الفياض عندما التقى بقائد حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني في آب 2021 السنة الماضية قال فالح الفياض بالنص قال يعني أنه إحنا معجبين بهذه التجربة الحرس الثوري الإيراني ونتمنى استنساخها بالعراق ومحسين دوست القائد الحرس الثوري الإيراني الأسبق قال إحنا على استعداد لأن نستنسخ هذه التجربة وننشئ هذه التجربة في العراق الحرس الثوري العراقي هذا الذي يحتاجونه هذه الخطوات التي تحدثت عنها في السؤال الأول من عام 2003 لحد الآن تقود إلى أن خطوات متتابعة وصولاً إلى إعلان تأسيس الحرس الثوري العراقي الذي يسيطر على كل شيء الآن في إيران الحرس الثوري والباسيج وسيطرون على الاقتصاد الإيراني بشكل قوي دكتور هل كانت تجربة الحرس الثوري الإيراني والباسيج في الهيمن على الاقتصاد الإيراني تجربة ناجحة مغرية نموذج مشرق حتى الجماع يتأسون بي وينقلون هذه التجربة لتطبيقها في العراق أين النجاحات اللي يحقق الحرس الثوري؟ لم يحقق نجاحات إذن لماذا هذه التجربة تستدع؟ بدليل أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب الإيراني هم من الفقراء وهناك مشاكل كبيرة اقتصادية وتشوهات كبيرة ومصائب كبيرة لكن المهم أن هذه المؤسسة الأمنية هي المسيطرة على كل شيء لأن الاقتصاد عصب السياسة يعني لا يمكن أن تعمل أنت بالسياسة وتكون لامعاً وتستطيع أن تمسك كل الملفات السياسية بها ديك لم يكن الاقتصاد ظهيرك وأن تماسك بالاقتصاد هذا هي الفكرة أنت تمسك الأموال هذه اللي يريدوا بالعراق الآن كل الأموال كانت هي بيدهم بيد الميليشيات لكن في شكل شرعي الآن الآن الميليشيات طوال هذه الفترة ماذا تفعل؟ تبتز الشركات تبتز المواطنين تبتز ملاك الأراضي ملاك البيوت ملاك حتى في المدن في أخذ بالموصل أخذ بالرمادي كل الأراضي هذه كلها يبتزوها بتزاز ويأخذون نسب من الناس الآن هذا ابتزاز يسمى وناس تشتكي وناس ترفض وقتل وذبح واختطاف الآن بشكل رسمي الآن باسم الشركة باسم شركة المهندس هذه مقاولة لنا ويجب أن تدفع للشركة بشكل شرعي الآن شرعنت هذا الابتزاز والأتاوات بهذا الشكل وكل المقاولات لا أحد يستطيع أن ينافس الميليشيات من يستطيع أن ينافس الميليشيات؟ هذه لديها البندقية واليد الباطشة والمال تريده وبالتالي كل الأموال تجمع لديهم لعادة تكوين أو استنساخ التجربة الإيرانية للسيطرة على كل شيء ولصالح المشروع الإيراني هذا ليس صالح العراق طبعا العراق بـ 12 مليون عراقي تحت خط الفقر يأكلون من المزابل وخارطة الفقر تتوسع وخارطة البطالة تتوسع لا يهمهم الآن لو كانوا حريصين على الاقتصاد العراقي لشهدنا خطوات باتجاه إعادة الصناعة أكثر من 270 معمل كبير سنتحدث ربما دكتور عن قضية لماذا لا تفعل أو تنشط معامل متوقفة دكتور سناء واضح أن هناك حرص كبير من الحشد من الميليشيات الولائية من ربما إيران وراها على إحكام قبضتها على الشق الاقتصادي مع العلم الدولة العراقية اليوم سياسيا وعسكريا وأمنيا كلها بيد هذه الميليشيات لكن هذه المرحلة الأخيرة كأنها تتويج لمرحلة إحكام القبض لماذا هذا الحرص على الشق الاقتصادي؟ يجب أن أيضا الشق الاقتصادي يكون بيد الميليشيات لأن الاقتصاد أنا كما عندنا مقول الاقتصادية هو الذي يفضل على السياسة وهم انتبهوا لهذه المشكلة أو لهذه المسألة فإذن آخر شي هو السيطرة على الاقتصاد العراق من خلال هذه الشركة شركة المهندس يعني مثل ما قمت سابقا أنه اختبوط سوف يمتد إلى كافة المشاريع إلى كافة نحاء العراق وكل المقاولات الاقتصادية وكل المشاريع الاقتصادية هي يجب أن تكون بيد هذه الشركة إذن مسألة مهمة إحنا عندما سيطر على الاقتصاد فإذن معناها سيطرة على كامل البلد وهذه مسألة مهمة جدا ومن ثم طالما أكون تعاون موجود بين العراق وبين إيران وهي هذه عبارة عن استاخل تجربة إيران من البالسيج وغيرها والشركات الإيرانية الاقتصادية فإذن معناها سوف يرتبط ارتباط كامل الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الإيراني وتصبح الهيمن هي هيمنة إيرانية ليس فقط على إيران ونقذ ذلك على العراق وإذن مسألة أنه الاقتصاد العراقي سوف يكون بيد إيران رسميا نعم نعم أشكرك دكتور بالإذن من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار تبحث في استحواذ أو هيمنة الميليشيات الطائفية على الاقتصاد في العراق عبر تأسيش شركة المهندس وغيرها بعد الفاصل نعود يبقوا معنا الوطن هو أمي وأمي الوطن قبل كل شيء هو الهوية هو منه آن ومنه أنت ومنه إحنا كنا الوطن طمأنينة الوطن راحة الوطن استقرارة تنزل في المطار تشعر أنه أنت غير يعني ما تحتاج شيء أنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك فيد الوطن يعني كل شيء في حال الفرد ولاد طفول ناسه وأهله الوطن هو أغلى شيء في حياة الإنسان هو الماء الذي نشرب ونقف التصوير أهلا بكم مشاهدين كرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في هيمنة الميليشيات الطائفية على الاقتصاد في العراق وتأسيس شركة المهندس تابعة لها الحشل ضيفة الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور سنعب القادة دكتور رافع إذا الأمور مضت بهذا الاتجاه وهناك إصرار من الميليشيات على إحكام سيطرتها على الاقتصاد في العراق هذا اقتصاد طبعا مشوه والحقيقة محطم ينخره الفساد والتشوهات المختلفة والحكومة تتحدث عن نهضة اقتصادية عن حياة استثمارية إذا ما مضت الأمور هل هذا الحديث يبقى له من معنى النهوض بالاقتصاد والاستثمار في الداخل والخارج والحقيقة هذا الحديث متناقض نعم تماما تماما مع طبيعة الحال الموجود في العراق الآن منذ عام 2003 لحد الآن القوى الحاكمة للعراق والتي فعلت ما فعلت في العراق والتي هي أمريكا وإيران تريد عراقا ضعيفا مدمرا ممزقا لا يستطيع أن يقف على رجليه هذا واقع الحال وكلنا نعرف بدراستنا للتاريخ لحد اليوم نعرف أنه إيران تريد عراقا ضعيفا وكلما كان العراق ضعيفا كلما تمددت إيران إذن هي تريد أن تسخر كل موارد العراقي خدمة مشاريحها مشاريع توسعية مشاريع مشاريع الاقتصادية مشاريع التسليحية مشاريعها للهيمنة هذا واقع الحال وبالتالي العراق ساحة لتنفيذ مشاريحها جزء من ساحة تحارب تحارب عليها من أجل مشروحها هذا كله لا ينسجم مع حكومة شكلها إيران وشكلها الميليشيات التابعة لإيران لكي تتحدث عن نهوض تحدث عن اقتصاد جديد عن نهوض عن ازدهار عن نهوض للعراق هذه القضايا يقف العراق مرة أخرى على قدمي تحتاج إلى مشروع وطني خالص وتحتاج إلى أموال وتحتاج إلى جهود وتحتاج إلى أن الشعب يساند هذه الحكومة مساندة كبيرة وأن تكون هذه الحكومة خارجة من رحم الشعب هذه غير متوفرة الشعب ضد هذه الحكومة ضد العملية السياسية 100% وبدليل أنه في آخر انتخابات 85% من الشعب العراقي لم يشارك قاطع على هذه الانتخابات ومن شاركوا بالانتخابات 12% و13% هي الميليشيات والقوى الأمنية والقوى التابعة لهذه الأحزاب وبالتالي قسم منها الكبير اللي فاز بالانتخابات اليوم جماعة التير الصدرين سحبوا من العملية السياسية وانتحبوا من من بقية بقية القوى التي خسرت الانتخابات وهي من تؤسس الحكومة وهي من رشحت السوداني وهي من رشحت الوزراء ويعني تحدثنا كثيرا عن هؤلاء الوزراء وكيف الإطار الذي يخدمون به فبالتالي هذا المنهاج الذي تحدثون عنه النهوض بالعراق كاذب ومضلل وغير حقيقي لأنه عندما تشكل هكذا شركة عندما تمسك الميليشيات الملف الأمني والملف السياسي وتأتي الملف الاقتصادي وتمسكه بيدها بشكل علني وهي تابعة لإيران هذه الميليشيات فبالتالي إيران ما ستتحكم بالاقتصاد العراقي مثلما تتحكم بالسياسة العراقية مثلما تتحكم بالوضع الأمني والملف الأمني وهي من تتحكم بالاقتصاد العراقي إيران طوال هذه السنوات كانت تعاني من حصار أمريكي عليها من سند إيران طوال هذه الفترة ومن مولها كانت الميليشيات تمولها هذه الميليشيات والعراق كان يمولها لإيران لن تستطع إيران بهذه كبره وبهذه مشاكلها ونفطها لا يباع أن تقف على قدميها السوق العراقية مفتوحة للبضاعة الإيرانية العراق لا ينتج لا يزرع ولا ينتج شيء للصناعة لأنه البضاعة الإيرانية زراعية وصناعية تملأ الأسواق وحتى لو استطاع أي مستثمر أي فلاح أي صناعي أي صاحب ورشة ينتج شيئا أو يزرع شيئا يدفعوا إلى الأسواق سيكون كلفة عالية كلفة أو السعر الذي يأتي بالبضاعة من إيران أرخص منه فالمواطن سيذهب إلى الأرخص خاصة في ظل وضع اقتصادي صعب جدا في وضع تضخم فبالتالي هذا الوضع ليس هناك حماية للمنتوج الوطني ليس هناك أساسا منتوج وطني فبالتالي ليس لدينا قطع خاص أساسا الآن يشكلون قطع الخاص بشركة هاب على الميليشيات اللي كي تهيمن على كل شيء هذا الوضع كله لا ينسجم مع الحديث عن نهوض عن صناعة وفي هذه النقطة أيضا دعنا نسأل ضيفنا في أوسترو دكتور سناء الاقتصاد في العراق الحقيقة مشوه محطم العراق كما تقول الحكومة تأمل بحياة استثمارية لكن كيف سيثق المستثمرون سواء في الداخل أو الخارج للاستثمار وتوظيف رؤوس أموال في الداخل إذا كان الاقتصاد مسيطر عليه من قبل المافيات وفرق الموت والميليشيات مع مشاكل أخرى تتعلق ببيئة تشريعية تقريبا منعدمة ببنى تحتية محطمة بالكامل انهيار أمني كيف سيثق المستثمرون بهذا الاقتصاد المسيطر أو الذي تديره الميليشيات الجواب بدون شيء سوف لا يثق المستثمرون بالاستثمار في العراق لماذا؟ لأن الواقع الأمني وسيطرة الميليشيات وعدم وجود وضوح وبالتالي إعطاء الرشوات في تسجيل أي شركة وفي تسجيل أي مشروع ونحن لاحظناها كثير من الشركات أدت إلى العراق ومن ثم خرجت منهم بخفي حنين لماذا؟ لأنه نبدأ من مسألة تسجيل الشركات في العراق إلى الاستثمار إلى آخره حتى بعدها لم يبدأ بالإمتاج لأنه منذ البداية هذه الميليشيات وهذه الأحزاب وهذه المؤسسات وهذه المزارات تريد حصتها من المستثمر قبل أن يبدأ بالاستثمار وقبل أن يبدأ بتأسيس مشروعه هل الحكومة صانع القرار الاقتصادي ووضع الخطة الاقتصادية يدرك هذا الأمر عندما وضع الاقتصاد بيد الميليشيات وفرق الموت إنما قضى على أي فرصة استثمارية أو مستثمر يفكر بتوظيف رأس ماله في أروقة الاقتصاد العراقي صحيح؟ صحيح؟ لماذا؟ لأنه كما قلت أنه فرص الاستثمار صحيح قد يكون موجودة لكن ظروف الاستثمار الأمنية وغير الأمنية من رشوات ومن عدم الثقة بكافة موشيات الدولة لأنه في كل خطوة يجب التقنى ترشون ما الذي يحتاجه أي اقتصاد لتنجح فيه خطة أو برنامج استثماري؟ ما هو المطلوب فيه؟ أي مستثمر يحتاج إلى حماية قمرقية؟ أي مستثمر يحتاج إلى ثقة الدولة فيه وثم ثقة الجماهير؟ أي مستثمر يحتاج إلى وضع عملي جيد؟ لا يوجد مثلا مستثمر جالس في مكان ما أولد أن يستثمر وفي كل خطوة يجب أن يدفع رشوة طيب كيف يستثمر؟ ولذلك ترى الاستثمار أن نخرج؟ وهذا وعدنا أمثلة كثيرة على هذا الموضوع بالعراب كثير من الشركات الاستثمارية الأجنبية العربية وغير العربية جاءت إلى العراق ومثلما خرجت لذلك لا توجد ظروف استثمارية يعني معناتها العراق هو طارد للاستثمار طيب نحن عندنا صحيح عندنا أموال عراقية موجودة لكن نرجع مرة ثانية ماذا الذي يستثمرها؟ الأحزاب والمكاتب التي كذلك تابعة للحديد الشعب يعني مشكلة حين الآن الاختصالة العراقية يدور فيه دوامة شاهد كيف؟ في حلقة مفرغة يدور هكذا طيب كيف نكسر هذه الحلقة المفرغة؟ إلا بوجود نظام اقتصادي جيد لا يقوم على الميليشيات ولا تسندوا الأحزاب ولا يقوم على المكاتب الاقتصادية طيب كيف؟ وذلك ترى أنه انتباضة 2019 والمظاهرات الموجودة فيه كافة الحال العراق ناصرية وبطرة وعمارة وحملة وهذه المجر البطارة الموجودة 25-30-40% تقديرات مختلفة وفقر المتقه العراقية يطفو على محيرة من النفط لكن مع الأسف فقر المتقه عندنا أكثر 25% تحت خط الفقر الناس يعني يبحثوا عن الطعام في المزابل يعني هالكارثة كارثة اقتصادية ومن جهة الثاني نرى أنه كثير من طبعاً القطط السمان الذين يعيشون في بحبوحة من العيش ومستوى اقتصادي جيد طبعاً هناك سؤال يطرح نفسه أنه يقول لك المولادات شوف الله هذه البنايات الرخمة طيب أخذ لأن المجتمع العراقي حول إلى مجتمع استهلاك دكتور واضح لا يوجد صناعة لا يوجد جراعة كله استهلاك ضربت كل القطاعة الاقتصادية عندنا احنا عندنا احنا مرض في هيكلة أشكرك دكتور دكتور رفا صانع القرار الاقتصادي يدرك أنما أن بوضعه الاقتصاد العراقي المنهك والمثقل بالكثير من الأمراض والأزمات إنما الحقيقة بوضعه بيد الميليشيات كأنه سدد طلقة الرحمة على هذا الاقتصاد ولذلك لن يفكر أحد لا في الداخل ولا في الخارج بوضع أمواله بيد ميليشيات سرقت هذه الحزاب متهمة الميليشيات والحزاب سرقت من 2003 إلى اليوم سرقت وأهدرت وأضاعت في فساد حوالي ترليون دولار الحقيقة أستاذ ماجد هناك كانت يعني في العام الماضي صدرة قائمة استبيان للشركات التي دخلت في عقود التراخيص لتنفذ حتى هذه دعم هو كل الشركات اللي نفذت حتى برامج صغيرة في العراق وسئلهم كان سؤال واحد يعني هل هل دفعتم رشا رشاوي لل كل الشركات على الاطلاق مئة بالمئة اعترفوا بدفع رشاوة كانوا يدفعوا الرشاوة حتى يأخذوهم مع ذلك أقول أنه هذا هذا النفو في قضاء الشركات التي استثمرت في النفو في عقود التراخيص هذا ليس استثمارا هذا جزء آخر تركنا لأنه في النفو ربما القطاع الوحيد اللي احنا تجينا من عند الأموال لكن نسبة العراقين الذين يعملون في هذا القطاع لا تتجاوز واحد أو أقل من واحد بالمئة كل شركات أجنبية ومسكتة وماخذوا العقود لخمسين سنة ومئة سنة استثمار واستخراج وقضية كبيرة أخرى أما الباقي عندما يعني تحدثت عن الاقتصاد واستثمار الاقتصاد وصاحب القرار الاقتصادي وصاحب القرار الاقتصادي لا يمكن أن يكون طير يحلق لوحده يجب أن الفضاء الذي يحلق به يجب أن يكون فضاءا سياسيا خالصا وطنيا يحميه لم يكن الفضاء السياسي داعم لصاحب القرار الاقتصادي لا يمكن لصاحب القرار الاقتصادي أن يتخذ قرارا اقتصاديا صحيحا أو يتناسب مع الوضع الذي تريده في النهوض أبدا السياسة وصاحب القرار السياسي الذي يسير الاقتصاد أيضا ويضع الاقتصاد في الإطار الذي يراه هو مفيد لهذا الإطار السياسي هو من يسير الاقتصاد فبالتالي أنت تأتي بحكومة ميليشياوية وتأتي بوزير اقتصاد ووزير مالية وأي وزير يمثل الاقتصاد العراق أو وزير تخطيط هل يستطيع أن يخطط أو يبني اقتصادا بعيدا عن توجهات السياسة وإطار ورؤاها أبدا هو ينفذ هذه السياسة والحقيقة دكتور هذه النقطة جرنا إلى السؤال التالي لماذا هناك مئات المصانع والمعامل متوقفة وهناك آلاف من العمال الذين لا ينتجون شيء بل ربما يأخذون رواتب وفي بطالة مقنعة لماذا الدولة لا ترصد مثل هذه المليارات لتحريك وتشغيل عجلة هذه المصانع أستاذ ماجد واضح يعني وأنا طبعا نحدث عنه وزير التخطيط الحقيقة عن قضية المصانع وأعدادها المتوقفة هم يتحدثون عنه فقط لضر الرماد بالعيون ليس أكثر يعني يعرفون أن الشعب يعرف هذه العدد المصانع وليش ما تشغلوها وهذه الأسئلة الكبيرة لكن دعني أن تحدث لك في فلسفة القوة وفلسفة النهوض فلسفة القوة وفلسفة النهوض لا تنسجم مع الوضع الحالي لا يمكن أن تنفذ تعريفات القوة وتعريفات النهوض في هذه الفلسفة لا يمكن أن تقوم أبدا لأن في فلسفة القوة في تعريف القوة أنت يجب أن تمتلك إرادتك وتمتلك أدواتك الوطنية الخادمة كلها بشكل طبيعي ومنطقي ودعم سياسي وبيئة ومناخ مناسبين لكي تنهض وهذا يتبع تعليم جيد صحة جيدة بنات تحتية جيدة كل هذه طرق جيدة كهرباء متوفرة خدمات متوفرة حتى تنهض مرة أخرى وحماية ودولة تعرف كيف تحمي حدودها وتحمي اقتصادها وتنتج بشكل جيد والشعب متوافق ما هذه غير متوفرة هذه كل هالأسس والتعريفات غير متوفرة فبالتالي هذه المصانع هذه المصانع لكي تقوم مرة أخرى لكي يجب أن تكون هناك إرادة سياسية يجب أن تكون هناك حكومة وطنية تسعى لعادة تشغيل هذه المصانع أو بناء مصانع جديدة لكي تقضي على البطالة لكي ينتج البلد لكي توفر توفر رافداً آخر غير النفط لرصيدك المادي القومي والوطني هذه غير متوفرة لدينا نفط وهذا الاقتصاد الأحادي يأتي هذه الأموال النفط وتذهب إلى الفساد والخراب وإلى هذه الميليشيات وعندما تقرأ الموازنة ستجد شيء غريب جداً ستجد مثلاً جقد النسبة التي يضعونها للتعليم جقد النسبة التي يضعونها للصحة ماذا يعطون لهذه يعني توزيع هذه الموازنة ستجد أنه النسبة لاعلى توزع للقوى الأمنية والقوى الأمنية هذه مملوكة الميليشيات وبالتالي هذه الأموال كلها ذهب إلى رواتب أنت تضع ستة مليار دولار شهرياً فقط للرواتب وهذه التضخم الكبير والتراهل الكبير الذي لا أحد يشتغل وتدفع الباقي إلى العسكرة وإلى الميليشيات وتضيع الأموال وأنت لديك ديون ومصائب ولديك استثمارات خارجية فيك يستثمرونها في أرضك وبيستخباراتك وأمنك هذه قضية كبيرة دكتور سنة إذا مضت الأمور بهذا الاتجاه كيف يمكن أن نستشرف حاضر ومستقبل الاقتصاد بعد وضعه في أنياب الميليشيات في ضوء تجربة العشرين سنة الماضية كيف يمكن تخيل هذا الاقتصاد وهو يدار من قبل الميليشيات والمافيات وفرق الموت الاقتصاد يحكس لنا الصورة تبعية الاقتصاد العراحي إلى هذه المؤسسة يعني إلى الحجد الشعبي والحجد الشعبي هو تابع إلى إيران هذا يصبح حسين مدرسة جديدة في المدارس الاقتصادية المدرسة الاشتراكية الرئيس مالية النيور البرالية فهي مدرسة حجدية في الاقتصاد قلت لك أنا هو الآن يجبني اقتصاد الحشد يعني أنا مصطلح الآن وأنا جالس أمام الكاميرا فكرت أنه الآن مصطلح هو اقتصاد الحشد يعني الحشد سوف يسطر على كل شيء وهي طبعاً هاي مشكلة يعني معناتها شنو معناتها العراقي هو الاقتصاد العراقي شوه يتدخور أكثر وأكثر وندخل فيه ليس بحلقة مفرغة وإنما في عدة حلقات مفرغة وهذا طبعاً يتطلب مننا أنه يجب القضاء على هذه الحلقات التي تدار من قبل الموساطة العليا بتهباها الحشد أو الحشد نفسه يعني الآن إحنا في مشكلة كبيرة وقعنا وسوف نقع إذا نفذت هذه الخطوة وقاموا بتأسيس هذه الشريحة المهندس يعني مسألة مهمة الآن تشوفوا السلام دينار عراقي دينار عراقه حوالي بالضبط 1459 بدين من 1200-130 أتذكر قبل كم سنة إلى الآن زيب أحكي لك مسألة معينة الآن الآن طبعاً طلع رأيي من اقتصادي اسمه طاه الضيف نعم أنه لماذا ندفع بالدولار شوف هاي الفكرة معناتها ربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الأمريكي يعني أنا هل أتمكن أن أروح إلى أمريكا ويدفع بالدينار العراقي لماذا أنا يجب أن أدفع بالدولار الأمريكي هذه المشكلة أشوفها حكي لك المشكلة في تسعينيات القرن الماضي وبعد أنهيار التحدي السوفيتي في روسيا الدولار هو الذي حل محل الروبا للروسي لمدة كلا سنة وهذه طبعاً مشكلة كبيرة إلى أن قفض عليها الاقتصاد الروسي جهود كبيرة نفس الشيء عندنا أزمة النمور الرئاسيوية في تسعينيات القرن الماضي والذي حلت في سنة 1997 نفس الشيء حل الدولار ما حل عملات هذه البلد كيف أسمح لنفسي أن أستخدم الدولار الأمريكي في الأسواق العراقية هذا كفر بالاقتصاد يعني معناها راح أنا راح أضرب العملة العراقية هذا لا ينتج طاقة أن أستخدم الدولار الأمريكي طبعاً هم مبرروه فترة شهرين فقط على أي ساس أن أحطي شهرين لدولار الأمريكي اللي العبية وتصور يعني المواطن العراقي راح أشكر يعني إذا تقول لها شهرين راح أعطيك أنا بالدولار الأمريكي زيان دولار المتقاعدين وغير المتقاعدين هو المساعدات الاجتماعية يقول لك والله تابع خمس أمور شهرين ثلاثة أربعة خمس فتسعة بحثمانية تسعة عجلة أشكرك دكتور واضح دكتور رافع إذا مضت الأمور بهذا العناد هذا الإصرار هذا الاستخفاف من قبل الميليشيات باقتصاد العراق باقتصاد الشعب في ظل هذه البطالة والعوز والفقر والفساد وهذا ربما العبث إذا جاز التوصيف كيف سيكون ردة فعل الرأي العام في العراق في المرحلة القادمة نعم أستاذ ماجد قبر يعني يعني أجيبك على هذا السؤال وإذا نقول أنه يعني ما قال الدكتور قبل قليل وهو مستغرب أنه كيف يمكن أن يذهبوا إلى اعتماد الدولار بدل الدينار العراقي في دفع كل شيء أنا أقول ليس مستغربة يعني من يجد في جيوش محتلة يسميها جيوش تحرير فمن البساطة جدا أن يقبل بإزاعة الديناء ويقبل بإيران أن تحتل بهذه الطريقة ويسميها جارة ويسميها حامية لأمنة من السهولة أن يقبل التومان يصير هو الأساس الدولار يصير هو الأساس هذه قضية يعني سهلة بالنسبة لهم لأنه لا قيم وطنية ولا قيم يعني التفكير نحن نفكر في الإطار الوطني في إطار حفظ الوطن وهذه ما موجودة في ما موجودة في قاموسهم هؤلاء مجرد يعني نواطير حراس وجراء لمشروع يحمون مشروع معين مشروع احتلالي جواب على السؤال دقاق باقي نعم الحقيقة يعني عندما تسألني عن الرأي العام بالتالي هي المعول على الشعب العراقي اللي لا يقبل بهذا لأن الشعب العراقي بالتالي الآن عندما يحصل حساباته ما الذي سيجنيه وما الذي جنه خلال العشرين سنة الماضية خراب ودمار وقهر وتمزيق للمجتمع واذلال وضياء للسيادة والاستقلال وضياء للخدمات وضياء للتعليم والصحة وكل شيء وهجرة للشباب قضية كبيرة جدا جدا بالتالي هو الذي سيحسم الموضوع الرأي العام وأقصد الجماهير الشعب العراقي ومن سيحسم يعني خلي قدرون ما يقدرونه شركات يسوون ويسوون ميليشيات لكن تبقى القوة الأساسية قوة الشعب هو من قادر أن يمنع كل هذا وينهي كل هذا وكان قادر في ثورته في تشرين أن ينهي كل هذا لو لا تآمر دولي وإقليمي وداخلي على كل هذه القوة الشبابية الصغيرة وقتلهم من عندهم ألف وجرحوا ثلاثين ألف وما زالت الثورة توعد باستمرارها لأن الوضع يزداد سوءا الوضع يزداد خرابا والشعب العراقي لا يمكن أن يقبل أن يدفع يدفع باستمرار من الفين وثلاثين حتى الآن في هذا المستنقع الآسن من الفقر والبطالة والخراب والدمار هذه قضية لا يمكن قبولها والشعب العراقي لا يمكن أن يقبلها وهو من سيحدد هذه القضية نعم شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وشكرا أيضا للدكتور سنة عبدالقادر الخبير الاقتصادي وكان معنا عبر سكايب من العاصمة النروجية أوسلو الميليشيات اللي هيمنتها على الاقتصاد العراقي في ضوء تأسيش شركة المهندس التابعة لميليشيا الحشد إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله كما أشكر أيضا المشاهدين الكرام وحتى نلتقي في أمان الله اشتركوا في القناة